السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم رحمة الرئيس ان شاء الله النهاردة هنكمل آآ شرح مراجعة آآ منهج السافر الخامس اللي ابتدأي ساينز في يونت سري ان شاء الله لسن وان ويبا ازن الله هيبقى النهاردة الدرسة كامل هيبقى شرح مراجعة كده على السريع ان شاء الله يعجبكم ويبقى على قدر رسل المعلومة كويس ان شاء الله يلا نبتجي بيتكلم عن ايه بيتكلم عن يعني علاقات الغذاء ما بين الكائنات الحية بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة انا بيقول لين الاكل او الغذاء يعني هو مصدر الطاقة اه الاساسي او الرئيسي للكائنات الحية وطبعا النباتات اول حاجة نعرفها النباتات هي اه من منتجات الطاقة او منتجات الغذاء لان هي بتنتج غذاءها بنفسها وبالتالي هي منتجة غذاء لنفسها فليها اكتر من مسمة وده طوع من خلال عملية او اللي هي عملية البناء الضوئي دي بتستهرج فيها مواد بسيطة زي ايه اللي هو غاز سينكسيزي الكربون والمية يعني ضوء الشمس كمصدر للطاقة وبالتالي زي ما قلنا لي اكتر مسمة فمن مسماتها مثلا اللي هي منتجين او يعني زيتية التغذية. وزي ما قلنا ان هي بتصنع غذاءها بنفسها. وهي كده بقول لي ان الحيوانات بتعتمد على النباتات سواء اعتماد مباشر او وبالتالي في اكتر من العلاقة فى التغذية هنعرفها مع بعض. ايه الالاقات اللي ما بنا كانت حي فى التغذية? بتتاسم معانا طيب اس افو ديليشن شيبس. تلات علاقات معانا. اللي هي الافتراس. وي تاني حاجة ودي اللي هي المعيشة. تالت حاجة ودي النوع التالت وهي الترموم. بعد ما عرفنا اسماء تلات انواع من الالاقات المبين اه اللي كانت حقيقة فى الغذية او فى التغذية. هنعرف كمان اه كل واحدة فىهم بالتفصيل ان شاء الله. بس الاول معانا هنا كم كلمة نقرأها مع بعض عشان كلمة المهمة. اللي هي زيتية التغذية. تاني حاجة افتراس. اللي هي افتراس. الترمم يعني معايشة يعني مباشر وغير مباشر علاقة. كامل واحد بقى دارس. بس ناخد بنا من الكلمات التالي موجودة والصفحة لها. دي كلمة مهمة تنفعنا في اه مذاكرة الدارس. ممكن نقرأ اللي فعته. اه زات التغذية او الاضطرفيك. افتراس يعني الترمم اه اه و المعيشة يبقى الترمم اه سيبروفوتراس و المعيشة إنا خبان من الكلماتين دول دول من انواع العلاقات و deficit يعني مهمين جدا يبقى ترمم و المعيشة بعد الكت庭 ون harmless يعني غير مباشر و يبقى الكادة اللي هي علاقة. زي مواننا في اول صف ان هي من ضمن انواع العلاقات دي اللي هي افتراص والترافق زي موانا زيتية التغذية. ودي استعملناها كمسمة للنباتات. ان هي نكمل بقى مع بعض. ودي اول حاجة معنا في العلاقات. عبارة عن ايه? ليه اول هنقول مع بعض وكده هنشرحها بازن الله. يعني الكلام ده يعني هي علاقة ما بين الكائنات الحية. علاقة غزاء ما بين الكائنات الحية. ولكن بيكون فيها احد الكائنات ده بيلتهم الكائن الاخر. في الافتراص ان الكائن الحي ده بيحصل على آآ خزائهم من خلال يعني مهاجمة او اللي هو القاتل او اللي هو يعني حاجة آآ تلات حاجات دول قدامنا عشان يحصل على الكائن الحي الاخر. او يحصل غزاء من الكائن الحي الاخر. بحيث بقى ان يكون اللي هو بيعمل او بيكون اسمه زا بريديتور. زا بريديتور. ناخد بالنا من المسميات دي. عشان لو جاتوا الاختيارات او ساندرش الكترم او كم ده كل. بعد كده زا ديفورد انيمل اللي هو بقى بيلتهم ده بيبقى اسمه ايه? باسمه زا بري او الفريس. يبقى فيه بريديتور المفترس وفيه زا بري الفريس. بريديشن هنا بيقول ليه زا تنبري ريليشنشيب ليه هي علاقة مؤقتة عشان بتنتهي بمجرد اني واحد بيالتهم. الاخرى وبيلتهم جزء منه. وبالتالي انه نقول تنبري ريليشنشيب which ends up by devouring the prey or a part of it. يعني غاية اما بيأكل الفريسة او بيلتهم جزء منها. بريديشن اوكرز in plant world and animal world. دي بقى موقود في عالم النباتات وعالم الحيوانات. طب عالم النباتات ازاي? لا مقود عادي وهنا عرف دلاتي اكتر من النوع من النباتات بيقوم بعملية الافتراز دي. بريديشن ان بلانتس اللي هو الافتراز في النباتات. طبعا هو اقل اه شيوعا في النباتات. ولكن بتحصل لاني معروف طبعا النباتات الاول ان هي بتحصل على غزاها سوى كربادريت او بروتين من خلال عملية البناء الضوئي. ولكن بقى في بعض النباتات ما بتقدرش تمتص. البروتين او تصنع البروتين لانها بتقدرش ما بتقدرش تصنع البلوتين. ليه? لانها ما بتقدرش تمتص بعض المركبات من التربة. وبالتالي هنا بتعمل ايه بقى? يبقى في الثالث بعض الحيوانات الصغيرة زي او الدقيقة زي مين? زي الحشرات. يعني حيوانات صغيرة جدا زي الحشرات. ليه عشان تحصل على العناصر اللي هي بتستطيع منها تصنع البلوتين. والنباتات دي معروفة طبعا بي لها مسمى برضو. يعني اكلات الحشرات او اللي هي اكل الحشرات برضو. والتالي دي مسميات بتاعة النباتات دي يبقى او بناخد بالنا من المسميات دي زي ما قلنا. عندنا مسألين على الموضوع ده. اه الدروسيرة والدايونية. والدروسيرة والدايونية. فنخلي بالنا من الامثالة برضو. عشان لو في اي حاجة برضو تعرفها عن مسألة او الكلام دي كله. بس هم عشان المسألين عندنا دلوقتي الدروسيرة اه والدايونية. لو في اي حاجة تانية ممكن تعرفها مسألة تانية. هنا الكلمات اللي معنا كربوهيدرات سليها كربوهيدرات وينسكتوفرس اللي اكلت اكل حشرات. وهجوم يعني اتاك بري فريسة اللي هو يلتعم. وفتارس بريديتر. وتانية يعني صغيرة جدا. كامل مع بعض. هنا بيقول لي جيف ريزون دروسيرة. ايز اين انسكتوفرس بلانت يبقى ليه هي نباتة اكل حشرات. يبقى الاجابة. يبقى الاجابة. يبقى الاجابة بعض الحشرات. عشان تحصل على العناصر اللازمة لتصنيع البروتين لها. او اللازمة لتصنيع البروتين. يبقى ليه? هنقول بكوز. يبقى تانية هنقول لانها بتفترس الحشرات عشان تحصل على العناصر اللازمة لصناعة البروتين. بعد كده عندنا اللي هو في الحيوان. وعندنا امسلة زي ايه? اول مسال عندنا آآ دير. يعني اصد بفترس غزالب. وعند كده عندنا في المسال اللي بعديه. اولف بريز رابت. يعني زي اه بفترس ارنب. والمسال التالت اكات بريز رابت يعني آآ قطة بيت افترس صفار. ورابح الحاجة سبيدرز وير زي ميك اوووين تو كاتش انسيكتس. بي هنا كمان العناكب بتصنيع الناسيق عشان آآ لي عشان ايه عشان او تمسك بالحشرات. يبقى ليه? عشان تمسك الحشرات. يبقى سبيدر وير زي ميك اووين تو كاتش انسيكتس. يبقى العناكب بتعمل النسيق عشان تمسك الحشرات. هنا بقى ليه سو. لينز تايجرز سبيدر ووفن اه وولفز كات. يبقى نولوم تاني لينز تايجرز سبيدرز وولفز كاتس سنيكس وزي ما قنا نعرف الامسالة دي عشان لو قد اختيارها او قد اي طريق لها نبقى عارف انها. الكلامة اللي معنا في الصفحة دي اسمها الكرر شاركس نسيق ووفن وزيب وولف وسبايدر ان كبوت. يبقى تانيه اسمها الكرر شاركس نسيق ووفن زيب وولف ان كبوت سبيدر. زي ما احنا شايفين انا في اثناء الدرس بحاول اولي كلمة طب انا بشرة حيث تبقى معروفة بتستخدم ازاي اوفيئة وكلام ده كل. دلوقتي بقى بيقوليني في بعض الطرق عشان تحمي نفسها او كدفع. يبقى في بعض الطرق اه ليحماية اه او دفاع النفس عشان او اه في مواجهة مين المفترسين من الكائنات الحية دي. حين يبقى لما يعني بتلقى الى تلقى الى ايه او اه او كاموفلاج والممكري. يبقى دول عندنا طريقتين زي ايه الكاموفلاج اللي هو التمويه او الخداع والممكري اللي هو التنكر. يبقى عندنا دول طريقتين نعرفهم دلوقتي بالاسم ودلوقتي ان شاء الله هنشرحهم مع بعض. الكاموفلاج دو ان او الحاجة عبارة عن ايه? الدفناشن بتاع او فنونا? in which from its color to simulate the color of its surrounding environment. هنا بيقول لي في النوع ده. في النوع ده بعمل ايه بقى الكمان الحي? بيعمل انه بيحمي نفسه ازاي? بيختفي. من اعداؤه عشان بيغير لونه عشان يبقى محاكي او بيتظاهر بلون او اللي هي المحيطة لي. يبقى نظام يقلد يبقى نظام يقلد اللون المحيطة بي. طيب عندنا هنا زي الموجودة دي الزاهرة دي فين زي او this phenomenon is found in fish, frogs, birds, and the most insects as butterflies. وبين اخبنا من الامثالة دي برضو. على فكرة كاماليون ده هو الحرباء وهنشوفها دلوقتي من ده من الامثالة اللي معنا. بإجزامبل زي المعان اول حاجة butterfly stands on a tree with a similar color يبقى هنا البترفلاي دي او الفراشة دي. ما وقفها على اه شجرة نفس اللوم. بعد كده تاني مثال عندنا. يبقى هنا الضفضاء دي اللي قدامنا برضو مغير لونها عشان تختفي من عداء. تالت مثال عندنا كاماليون زي ما قلنا دي تتظاهر باللوم برضو اللي هو بتاع ايه بتاع البيئة المحيطة بيها. رابح حاجة. كاتل فيش. كاتل فيش ده اللي هو ايه? ده اللي هو الحبار. ده بيعمل بقى حاجة مختلفة شوية. بي اه او بيطلق. بيطلق ايه? بيطلق اه سائل اسود بحيس ان هو محيط بيه في المياه المحيطة بيه. بحيس يهرب او يختفي اه من العداء اللي هما بيهاجمه. هما بيتهاجم من عداء. فده يبقى في المياه المحيطة بيه. يبقى ده لما بيتهاجم من عداء. بيبقى بيتهاجم من عداء ده بيه اللي بيعملو برضو حاجة بتغير بقى لون المياه المحيطة دي. او بيطلق اللون اللي هو السائل اسود ده في المياه المحيطة بيه. عشان يختفي. الكلمات المهمة اللي معنا كاتل فيش اللي هو الحبار. ترجع الى ميميكري التنكر انميز عداء. يختبئ زاهرة في نومنا. خداع اه او اه التنويه اللي هو كمفلاج. و سيميوليت يعني يماثل اه يماثل. سيميوليت يعني يماثل. والحرباء اللي هي كميليون. انا بحسار جفريزن بيه اللي كميليون سيميوليت the color of the surrounding environment. ليه? هنقول to protect itself or hide from its enemies. يبقى ليه بتعمل كده عشان تحمي نفسها او تختفي من اعداءه. تاني طريقة معنا الممكري او التنكر. الديفناشن بتاعها زي ما هنشوفه دلوقتي في نومنا. في الطريقة دي بقى اللي بيحصل? بيجي كان حي غير ضر او غير مؤذي. بيقوم متشبه او بيقلد حيوان تاني دار. او سام مسلا. اه كان حيضا يكون سام. فليه? عشان يخوف بس اعداءه ويهرب منهم. فهنا المسال عندنا زي ايه? يعني هنا نحل بي اه يشبه اللي هو في الخطوط اللي هي عشان يخوف اعداءه. نبعرف نحن في مسال ده ايه بيقلد ايه عشان بس يخوف اعداءه. فبالتال عندنا اصار جب ريزون سام بيز لوقك واسبس انفرمين لعين ستريبس ونزير باريز. يبقى تعمل لعين ستريبس على اقساده تبليه او اقسامه. تفرائن زي الانميز ويجي افراده ويجي افراده ويجي افراده. عشان بقى كده تهرب منه. عشان بقى كده تهرب خوفه وتهرب منه. عندنا نحن تشوز زا كوريكت انسر. فينه منه? يبقى هناخد بلنا هنقرأ الاربع امثلة او الاربع اختيارات وهنعرف ان هم اللي جابه هكون كمالي اللي جابه رقم بي. بعد كده. السؤال اللي بعديه برضو. طبعا دي على طول لما نيجي نقرأ مش محتاج حتى نحن ممكن نقرأ بس طبعا لازم في الامتحان نقرأ الاختيارات عشان لو في حاجة اه ممكن مش راكرينها او الكلام ده كله نبقى عارفين اختارات ايه اللي قدامنا فده ممكن نرى الاختيارات افضل. انما هنا الموضوع سهل وبسط جدا هو او الافتراس. ودي دي جابه رقم سي. الكلمات اللي معنا مهمة هنا يعني دار يعني يعني يهرب يعني غير دار غير دار غير دار وسام يعني بوزنس. وي سرايبس يعني اخطوط يقالد او يشبه اميتات ويواسب اللي هو الضبور ويخاوف وفريتن. كما مع بعض باقة تاني دي رأيتي السامبيوسيز او اللي هي المعيش. السامبيوسيز هنا لها اكتر من نوع ايه هي؟ ميتشاليزم وي كومنساليزم وي برازيتزم. انا عرف دي رأيتي كل نوع منهم عبارة عن ايه؟ وي لو حبينا دلوقتي نعرف المعاني زي ما قلت الكلمات دي موجودة في الصفحة تبقى كلمات مهمة. مسلا هنا اه الكومنساليزم. مسلا معناها الافادة. هتلقوها موجودة تحت. في الصف هنا وي برازيتزم اللي هو تطفل. وي ميتشاليزم اللي هو تبادل منفعة. يعني اخط بالنا الكلمات المهمة غالبا هتلقوها موجودة في الصفحة من تحت. هنو معنا الميتشاليزم زي ما قلنا دي ديفنيشان اتس افود رلاشنشيب انويتش اتش ارجنزم جيت سبين فتس فرو اه فود يعني فروم زى ازاري بقى هنا بيكون العلاقة دي كل واحد او كل كيان حي بيستفيد او بيتغزة من الاخر. طيب هنا عندنا ايه المسال اللي على الموضوع ده؟ اللي هي زي ايه؟ زي الفسولية اللي هي البيينز. يبقى العلاقة ما بين ايه؟ نيجولر بكتيريا اللي هي البكتيريا دي اللي هي البكتيريا مع اللي هي نباتات البكتيريا زي ايه؟ زي البيينز اللي هي الفسولية. هنا فعرفنا ان كل واحدة منهم اكيد اتستفيد من تانية من حيث الغزاء. فبالتالي عندنا هنا بيولي نيجولر بكتيريا دي بتعمل ايه؟ يعني في شكل غير عضوي بتثبته بشكل غير عضوي او بتصدحه لي من اجل ايه؟ عشان تبروفايد زي بلانت السوزيت عشان تزود بيه النباتات او النبات بيه. بعد كده بقى النبات بيعمل ايه؟ البلانت بيعمل بكتيريا بروفايد للبكتيريا ويز ايه بقى شجر بيزوده بيه السكر اللي هو بيكون اثناء عملية البناء الضوي او اللي هو بيصنع اثناء عملية البناء الضوي. كده هنا في تحت حتة بتعديونه ان هنا بيقول لي برضو ممكن العلاقة دي او التبادل المنفعة بتكون برضو موجودة دي موجودة برضو في الانسان طب ازاي؟ موجودة في الانسان من خلال نوع من انواع البكتيريا او بعض من انواع او انواع من البكتيريا بتعمل ايه بقى البكتيريا دي؟ بيبقى في استفادة ما بين دي وما بين جسم الانسان. الجسم الانسان بتستفيد منها بايه? ان بعض البكتيريا دي اه بتصام طيب او بكتيريا بعد انواع البكتيريا دي بتعيش جوه الانتستن وبيتغير بعض البقايا. الاكل بايه? او بتحوله لايه? بتحول الفيتامين بي. عادي كده ده اللي بتقدمه البكتيريا. طب الانسان بيقدم لها ايه? بيقدم لها المقوى والغذاء. والتالي زي? علاقة زي ما احنا شايفين. ودي بتبقى موجودة في الامعاء. فدي العلاقة ما بينهم ايه. في هنا بعض الكاملات المهمة غير عضو يعني انورجانيك. اللي فادة يعني كومنساليزم وامعاء الانسان ويبقليات يعني الجيمناس ويتطفل برازيتزم وكوكزيست اللي هي تواجد معه وميتاليزم تبادل منفعها. ومسكني او مقوى يعني شلتر. ان اخذ بان كلمات دي كلمات مهمة. ويبازن الله تنفعكم ان شاء الله. ولو في ايه حاجة مش فهمنا درسة ممكن تقولها لنا واندينا مكملين بازن الله مع بعض. وهنبتد دلوقتي في آآ تاني حاجة. اللي هي الافادة. طب ادي فنشة بتاعها ايه? اللي هنا اتس اه 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 سوبرفشل فود ريليشنشيب بتوين تو ليبينج ارجنزم وير وان او زين بمفت فروم زا ازر ويد زا ازر نيا ايه نايدر جيتس بمفت تو فورم فود زا فورم فود نور ايز هارمت. يبقى هنا فيه نوع من او فيه آآ جنب من الكائنات الحية ده. هي بتلاقي اتنين من الكائنات الحية. واحد منهم بيستفيد والتاني ولا بيستفيد ولا بيتضر. يبقى هنا زي مسلا الاكزامبل عندنا ما بين اللي هي الكائنات آآ بحرية الصغيرة او المائية الصغيرة. يبقى ما بين اللي هو الاسفنج عند تيني اللي هي الكائنات المائية الصغيرة. هو اللي هي الصغيرة جدا. ما بين ايه? ما بين الاسفنج وما بين الكائنات الحية المائية الصغيرة. الصغيرة جدا كمان. تاني طب ايه اللي بيحصل فيها. اتنين ايه اللي هي موجودة بالاخر الاسفنج. لكن بالاسفنج هنا نايزر جيت اه جيتس فود. يعني استفادة من ولا فاكر ولا بيتضر. هاندين هنا اه السؤال. يبقى الميتشاليزم طبعا. ليه? لان هنا بيقول لي ايه ارجانيزم جيتس بمفت. يبقى كل الكائنات او كلا الكائنين بيكون بيحصلوا على الاستفادة. بعد كده السؤال التاني في اكتر من النوعات بالكلاة او انواع المعيشة طب ايه هما الميتشاليزم والكومنساليزم والبرازاتيزم زي ما احنا شايفين في الاجابة. والاجابة العونية كانت ميتشاليزم للسؤال اللي لابده. تالت سؤال معنا. هتبقى ايه طبعا? الميتشاليزم ودي طبعا قلنا عشان كده نعرف الامثالة بتاعة كل نوع. رابع حاجة بتوين. هتبقى ايه هي العلاقة ما بينهم? آآ هتبقى طبعا كومنساليزم لسه واضينها دلوقتي. يبقى اللي قابليها نخبلنا منها اللي هي كانت ما بين دي كانت الميتشاليزم. يبقى هنا انا اخب بالنا عشان كده قلت نعرف الامثالة كويس جدا. وكان اكتر سؤال عجبني شوية فيهم اللي هو رقم تلتة ده. ده صريحة على المسال على طول. هيبقى ايه طبعا الميتشاليزم. يبقى ناخد بالنا عشان كده. واللي بعد طبعا جاي برضو بالمسال وهكذا. كلا مسالة الكلمات اللي عم معانا هنا مهمة يعني مائي يعني كنوات شكوك ويزة اهرية ده هي سوفيشل ويزبونج اللي هو الاسفينج. كلمة دي اللي كنا اخدناها في بتاع ناخد بانا نستعملها ازاي وفيه. نكمل بعد كده مع بعض. فارزيتزم هنا بقى ايه هي بتاعها. it's a relationship between two different kinds of living organism. بين نوعين مختلفين من الكلة الحية. one benefits from the other and is known as a parasite. يبقى ده المستفيد. why the other is هارمد. التاني. بيتضر. and is known as the host اللي هو المضيف. خستة والمضيف ده اللي هو بيقول في التعريف معنا هنا انه هو بيتضر. فهو واحد بيستفيد واحد بيتضر. المستفيد بيكون مين? اللي هو البرازيت. واللي بيتضر مين? الهوست اللي هو زي ما قولنا المضيف او العائل. في عندنا هنا مقسومة حاقتين او نوعين من البرازيتزم اكسترنال برازيتزم ايه برازيتزم وانترنال برازيتزم. نفهم ايه من الاسمين? ان فيه تطفل خارجي وفيه تطفل داخلي. الاول في النوع الخارجي اكسترنال برازيتزم اللي هو بيعمل ايه? ان البرازيت اللي هي ايه بيكون عايش خارجيين على الهوست والتالي بيطعم او بيتغزى على ايه? يعني بيمتص الدم بيبيريش على ايه او الغزاية بتاعه اللي هو امتصاص الدم من المضيف. باري كده البرازيت طبعا كمان بين او بيحمل امراض للمضيف. يبقى كمان هنا التفقيل يبقى كمان هنا التفقيل بين الامراض للمضيف. عندنا ايه امسيلة على الموضوع ده? المسكيتس. المسكيتس ده اللي هو البعود. او النموز. وبعد كده مع هنا اللي هو الامل. القامل يعني. ويبقى كده اللي هو البراغيت. البراغيت. ويبقى اللي هو البقى. ويبقى كده مع هنا اللي هو القراض. دي العديم الفقوق. وده بيعمل ايه? يعني بيمتص دم السمك. وهنا جابلنا اكتر من صورة لا اكتر من المسأل عليهم. ولكن عندنا بقى البرازيتزم. بيكون عايش داخليا. يبقى كمان بيشاركه في او بيشارك المضيف في اكله المهضوم. او بيضغزة كمان على خلايا وانسكته. طيب هنا عندنا كلمة المهمة الاولى بالنكمل. توفيل يعني داخلي انترنال. النموس موسكيتز. عديم الفقوق. اخدناها مع المسأل اللي هنا. بعد كده المضيف اولاها يعني امتصاص القامل البقى اكسترنال خارجي. ينقل البراغيتز وغزاء مخضوم دجستيت فود. الاكزامبل اللي بقى هنا على البرازيت. اللي هو ديدان البرازيتز وورمس برضو ديدان الاسكاريس والتاب وورمس اللي هي الديدان الشريطية. وفلاريا وورمس اللي هي ديدان فلاريا. واللايف آآ ليفر وورمس اللي هي ديدان الكبد. هنا قبل هنا الحرمس اللي هي آآ الدرر بقى. او اضرار التطفل ده. فانا بقول لي ان التفايلات دي بتسبب امراض عديدة للانسان. زي ايه? فلاريا وورم كوزيس زي ما احنا شايفين اللي هي القدم آآ زي ما احنا شايفين زي الفيدي دي. آآ ودي الفانشيز دي سيز اشوانين زي فيقول الشكل اللي قدامنا ده. دي بتسببها الفلاريا وورم. بعد كده المسكيتوس او اللي هو النموس او البعوض كوزيس ميلاريا دي سيز سيز. ساول ؟ بالمالاريا. بعد كده خلاز كان سمول بوكس يعني ايه? او او السمول بوكس دي سيز دو 2 ما يعني هنا برغي ديم الأطريق تسبب مرض القدري. بعد كده احراسي افراريص طوام بتسبب بحراسي مشدس كورزيس بعد كده وارك اسكال وولمس يتمام ايه بتكوز انيميا او بتسبب الانيميا. هنا بيقول لي موت المضيف بيعتبر فقد لطفيل ده. اني طبعا هو بيعتمد عليه في اكتر من حاجة ممكن لو كمصدر الاغذاء والمقوى فبالتاني هنا بيقول لكوز بيقوز بيقوز برازايت will lose its source of food and shelter. هنا على الكلاب اللي بقى. بيقول هنا ان فيه ممكن الكلاب والقصة والحاجات دي كلها ممكن يبقى عندها برضو او تصاب ب اه ديدان او ممكن يبقى عندها ديدان ودي ممكن برضو تصيب منها او بعض منها للانسان. وبالتالي هنا لازم عشان يحمل الانسان نفسه يحمل كأنات الحياة دي. بيقى فيه طريقة طبعا تنظيفه نسبة وكمان بيزور اه الطباء البيتاريين اللي هم الفيتاريين زي ما احنا شايفين. اللي هي الحاجة اللي بيقول لنا كمان بعديها في ديونو. الكلمات اللي معانا هنا دودة كبدية. وي مرض بلاريسيا بلاريزز. وي التابع فولو. وي اللي هي مرض قدم الفيل. دودة الفيلاريا وطريقة الصيبة. وي كده اللي هو مرض الجدري. يعني ازا او دولار. زي ما احنا لنا لطباء البيتاريون. او لطباء البيتاريون دون. ماشي نكمل مع بعض. سابرة في تازم اللي هي الترمم. وهي ندفنشاب بتاع. اه سابرفايت. دي اه دي كومبوزرز. جيت زير فود باي. دي كومبوزين فود ريمينز. او باديز اف ديد ارجانيزم. هنا معانا التعريف ان الكائنات المترممها دي او المحللة. دي بتعمل ايه? بتحصل على اغزائها من خلال تحلل بقايا الطعام او اجساد كائنات ميتة. فهنا بيقول لي المسالة اللي عليها مشروم فانجز وي بريد مولد فانجز. وي تالت مسال بنسيليم فانجز زيت دي كومبوزز اورانج فروت. اذا مسالة اللي معانا دي اللي هو المشروم فانجز اللي هو اه فطر عشوراب وي اه بريد مولد فانجز وده فطر عفن الخبز. وتالت مسال بنسيليم فانجز اللي هو فطر البنسيليم. وده زي ما قلنا زيت دي كومبوزز ورانج فروتز. يعني بيحلل اه فكهة البرتقال. بعد كده عندنا هنا اكتيفتي بيقول لتشو هاو اه سبروفايتك ارجانيزمس سبروفايتس او ازاي بتحصل بقايا زيار كائنات المترممة دي. اول حاجة يعني على شريحة من الخبز هنرش شوية مية. بعد كده او قطرات شوية قطرات من المية. بعد كده يعني بعد كده هنحط الخبز ده في اه حقيبة بلاستيك. او كيس بلاستيك. وبعد اما هنحطه في كيس بلاستيك الا يحصل. هنربطه باحكام. او هنقفله باحكام. بعد كده هتارت خطوة. يبقى بعد كده هنزيبه في مكان مظلم تام لمدة يومين. هنا معانا اقول ملاحظة. يبقى هنا في اه طبقة غمئة خضرة. هتتكون على الخبز. يبقى كده الخبز عفن. باري كده يكسب او شرحة الموضوع ده. عشان كده بتسبب الطبقة دي على الخبز. الانفرنسة والسنتاج سابروفايتز از بريد مولد فانجز. ايه اللي بتعمله جيت زي الفود بتحصل على غزاءها باي دي كومبوزينج فود رمينز. يعني بتحصل على غزاء هنا منين من تحلل بقايا الطعام. معانا كلماتينا مهمة جدا في الصفحة دي. الرش يعني سبلاش. ظلام تام كوايت دارك. كيانات مترممة سابروفايتز. فطرة عفن الخبز بريد مولد فانجز. سلايس دهي شريحة. يبقى سلايس يعني شريحة. يعني متعافين كيانات محللة. خبز راطيب مويست بريد. بانسيليوم فانجز. اللي هو فطر بانسيليوم. بعد كده بحكام فرملي. مشروم فانجز فطرة عشو غراب. وبحكام فرملي. يبقى تاني اخصاء فطر بانسيليوم بانسيليوم فانجز بحكام فرملي. فطرة عشو غراب مشروم فانجز. نكمل مع بعض هنا بيقول لي جيف ريزم بريد مولد فانجز إز سابرافاتي كورجنزم اللي. لان احنا زي مونا بحصل على الغزاءه ازاي. بكوز اتس جيت. اتس فود. اتجيت اتس فود. باي. دي كومبوزن فود رمينز. او مويست بريد هنا المسال بتاعها. بازاي معرفنا ان هو بيحصل على الغزاءه من تحلل بقايا الطعام. زي مويست بريد اللي هو الخبز الراتب. عندنا دراتي اكتيف تاني بيولي عشان اي نعملو. دي ترمين. تو دي ترمين. سم فود رلاشنشيب. امونج الارجانزم. باي. ميكين فش. اكواريوم. امونج الارجانزم. اول استمي معانا بوت سم سند. غرافل. يبا نحط شوية او الرمله. وغرافل اللي هو الحصى. ومود في الغزاءه. وكوانطين في الغزاءه تانك. ثم نفلها مع الماء لدى 24 ساعة. تاني حاجة ادت بعض الارجانزم. يبقى هو نوع من الابتات. وبعد كمان الديدان الصغيرة جدا. باي كده تارف حاجة. يبقى كمان نحط هنا مولد او حاجة لعشان تعمل تجديد للهوى الدائب في المية. بعد كده. الخطوة اللي بعدها يبقى عشان يوصل له كمان ضوء غير مباشر من الشمس. يبقى تحط في مكان بحاجة يوصل له ضوء غير مباشر من الشمس. الا هنا مع بعضها هنشوف او ايه اللي هيحصل. زرار في اكتر من علاقة. اول حاجة. يبقى بيتهزوا على النماته. اللي هو الاكتر من حاجة لعالها دلوقتي. يبقى كده الاولوجيا بلانت يبقى بيمفتسة فروم فش. تستفيد من السمك والسنيلز والورمس من ايه؟ من ايه؟ من ايه بتمتص. يبقى بتمتص. يبقى بيتمتص من التنفس بتاعهم. عشان تستخدمه طبعا هيا في الفوتسينسز بروسس اللي عملية البناء الضوء بتاعته. بعد كده بيقولي ان بتتغذ عليه بقى اللي هي البقايا المتحللة من الكعنات الحية الاخرى. يبقى في الاكتفيت اذا خدنا بنا هو بيورينا اين؟ هو في اكتر من المقب ان كانت الحية في التغذية. ويوصف لنا اكتر من حاجة فيهم. ويورينا كامسال يعني وهو عمل بيئة قدامنا بحيس نشوف ده يتغذى بعدها ازاي؟ دي رأيتي عندنا كلمات مهمة لدي جاني رينيو. حوض احياء مائية او حوض اسماك اللي هو اكويريوم. يبقى حوض احياء مائية او حوض اسماك اكويريوم بقى كده سنيلز كواقع وحاصة جرافل ويستس يعني فضلات. زي ما خدنا بقى لنا استعملناها في اخر حاجة في اللي هو البقية المتحللة او الفضلات المتحللة. زي ما اخنا شايفينها قدامنا. كده دي الكلمات اللي اخدناها اه مهمة برضو بازن الله تنفعكم. واتمنى ان شاء الله اه يعني تستفيدوا بيها وهنقول هتين دراتيو جدد رينيو احوض احياء مائية احوض اسماك اكويريوم ويسنيلز كواقع حاصة جرافل ويستس يعني فضلات. ويوجد زي ما قلنا في اول صف يعني رينيو حوض احياء مائية احوض اسماك اكويريوم ودي الكلمات اللي معنا في الصفحة دي. اتمنى كده ان شاء الله يكون الدرس عجبكم استفدتم منه. ولو في اي مشكلة ممكن تبلغوني بها ان شاء الله قدر صلحها. وان شاء الله تستفيدوا بيه واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة